اشتركوا في القناة تقبل العاهلة الاردني الملك عبدالله الثاني في القاهرة لمناقشة التطورات في غزة وسبل التواصل الى وقف لاطلاق النار في القطاع الحرس الثوري الايراني يقول ان هجوم السابع من اكتوبر كان احدى عمليات الانتقام لاغتيال قاسم سليماني وحماس تنفي اهلا بكم ونبدأ بالحرب الدائرة في قطاع غزة حيث كثف الجيش الاسرائيلي ضرباته على القطاع معلنا عن مقتل ثلاثة من جنوده في غزة من جانبها اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل عشرين شخصا في ضربة اسرائيلية استهدفت محيط مستشفى الامل في خان يونس جنوب القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة قتل ستة شبان فلسطينيون في مخيم نور شمس بطول كرم وذلك اثر مداهمة نفذها الجيش الاسرائيلي وتشهد الضفة الغربية تصاعدا للعنف بشكل متزايد حيث قتل ما لا يقل عن ثلاثمائة فلسطيني منذ هجوم السابع من اكتوبر الماضي هذا وحذر رئيس اركان الجيش الاسرائيلي هيرتسي هاليفي من ان الحرب قد تستمر لعدة اشهر قادمة جثث مجهولة الهوية ملفوفة ومصفوفة ومكفونة في مقبرة جماعية مشهد اصبح مألوفا في غزة وزارة الصحة التابعة لحماس تقول ان القوات الاسرائيلية اعادت الجثث بعد ان اخذتها سابقا من المشارح والمقابر للتأكد من عدم وجود رهائن بينها واسرائيل تقول انها تقاتل على جبهات متعددة وليس في غزة وحدها هذه اللقطات تظهر اسقاط مسيرة من قبل مقاتلة اسرائيلية فوق البحر الاحمر والحثيون المدعومون ايرانيا اعلنوا انهم هاجموا بمسيارات مدينة ايلات وسفن شحن في المنطقة ان القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الاحمر والعربي ضد السفن الاسرائيلية او المتجهة الى موانئ فلسطين المحتلة ومع تصاعد الضغوط الدولية على اسرائيل حدد رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ثلاثة شروط للسلام في مقال بصحيفة وولستريت جورنال تدمير حماس ونزع السلاح في غزة واستئصال التطرف في المجتمع الفلسطيني كلماته هي الاقرب حتى الان الى رؤية ملموسة لانهاء الحرب لكن مع تصاعد الهجمات من حزب الله من الشمال والحوثيين من الجنوب يبدو ان الصراع مستمر في الطفاقم وحول اخر مستجدات الاوضاع الانسانية والصحية المزرية في قطاع غزة المحاصر وثنى صحفي عادل زعنون من غزة بهذه الرسالة المصورة في هذا اليوم الثاني والثمانين من بداية الحرب شهد توسعا في العمليات البرية العسكرية الاسرائيلية توغلت عشرات الدبابات برفقة عدد من الجرافات والحفارات العسكرية لأكثر من الف متر في عمق اراضي المواطنين في مخيم البريج وهي عبارة عن بداية لعملية اجتياح بري لوسط القطاع في ظل الانذارات المتكررة من الجيش الاسرائيلي لسكان المخيم واطراف مخيم المغازي المجاور لاخلاء منازلهم والتوجه الى دير البلح في الجنوب او اقصى الجنوب في الرفح حيث ايضا عشرات الالاف نزحوا باتجاه الرفح رغم من ان الاوضاع الانسانية كارثية مع وجود اكثر من مليون ومئة الف باتوا الان في رفح كل ذلك يترافق مع كثافة للضربات الجوية وواحدة من اعنف هذه الغارات الجوية تلك التي استهدفت منزلا بناية سكنية على بعد عشرات الامتار فقط من مستشفى الامل التابع للهلال الاحمر في وسط خان يونس في جنوب القطاع وعشرات الضحايا وعشرات المصادين في وقت ايضا تواصلت فيه الاشتباكات المسلحة على محورين في خان يونس حيث عملية الاجتياح البر الكبيرة والواسعة في الجنوب وايضا في مخيم البريج حيث العملية التي تبدأ بالاجتياح البر الإسرائيلي بتوغل هذه الدبابات مع كثافة للضربات الجوية والمدفعية وفي سياق متصل اعلنت الامم المتحدة تعيين الهولندية سيجريد كاغ منصقة لشؤون الانسانية في غزة وقالت المنظمة الدولية ان كاغ التي كانت تشغل منصب نائبة رئيس الحكومة الهولندية المنتهية ولايتها ستتولى مهامها كمنصقة سامية لشؤون الانسانية واعادة الاعمار في غزة في الثامن من الشهر المقبل كما ستقوم كاغ بالاشراف على استحداث آلية أممية لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية عبر دول ليست طرفا في النزاع إلى القطاع المحاصر ونبقى في غزة حيث بادر مدرس في مدينة رفح جنوب القطاع إلى تدريس اللغة الإنجليزية داخل مدرسة تحولت مركزا لإيواء النازحين ويحاول التلاميذ استعادة جزء مما افتقدوه من حياتهم الطبيعية منذ اندلاع الحرب ويقدم المعلم دروسه في فترتين في الصباح وبعد الظهر وهو يقول إنه يحاول اجتذاب مزيدا من المعلمين لمساعدته في توسيع مبادرته التي لاقت إقبالا من الأهالي والتلاميذ النازحين في هذه المدرسة بارقة أمل في ظل جحيم الحرب في قطاع غزة قسوة الحرب والنزوحي دفعت مدرس اللغة الإنجليزية طارق العنابي إلى بذل جهد تطوعي للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية وتحسين مستوى الأطفال المتعطلين عن الدراسة من بداية الحرب نحن نشاهد طلابنا وأطفالنا نفسياتهم مدمرة وجوههم شاحبة زعلنين وحزننين على الضمار المنشاهد والمجازر والآلام حابنا نغير نفسيتهم ونهييلهم أجواء نفسية أفضل بدنا معهم فقرات تنشيط وترفيهية وألعاب لما عرضنا عليهم فكرة التدريس والدروس هذه داخل الخيام حابوا الفكرة كثير وصار عندهم شغف في مدرسة رفح التي باتت مأوى لنازحين وتضم مئات الأطفال بادر العنابي إلى توفير دروس اللغة الإنجليزية للأطفال المقيمين هناك مبادرة شخصية تطوعية هي بجهد شخصي الطلابنا حبوا الفكرة وأصبح عندهم شغف أصبح دائماً بيسألوني متى الحصة القادمة وقد وجد الأطفال في مبادرة طارق جسراً ينقذهم من عدم فقدان ما تعلموه ندرس لغة إنجليزية وهي أهم لغة وعشان ما تضيع المعلومات في المقناة لازم ندرسها ولازم نتعلم إحنا جايين على المدرسة مش عشان نتعلم إحنا جاينا على المدرسة كمال جاء إواق المدرسة بس لقينا الأستاذ طار قاعد بعلمهم فاجينا وسجلنا بسرعة أنا ما كنتش أتوقع إنه الحرب حتستمر لإنه لدرجة إنه نروح مدارس إحنا هاينا اليوم كنا نروح للمدرسة ندرس هلأ صرنا نروح للمدرسة نصوف دور عشان نعب مي وأكل خلاص بكفي إحنا بدنا إشي دائم بدناش نظلنا نروح من هان لهان ربما هي خيمة تعليمية صغيرة لكنها أضاءت الطريقة أمام هؤلاء الأطفال للوصول إلى غد أفضل وسط الجحيم الذي يعيشونه في القطاع المحاصر نفت حركة حماس صحة ما ورد على لسان الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف بأن هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر كان انتقاميا لاغتيال قاسم سليماني وأضافت إنها أكدت مرارا دوافع وأسباب الهجوم وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى وكان المتحدث باسم الحرس رمضان شريف قال اليوم إن هجوم حماس كان إحدى عمليات الانتقام لاغتيال قائد فايلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني قبل ثلاثة أعوام تقريبا وخلال الأسابيع الماضية أشاد عدد من المسؤولين الإيرانيين بهجوم حماس لكنهم نفوا ضلوع طهران فيه وفي هذا الشأن معي من لندن الدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي أهلا بك معنا سيد قواص أهلا بك كيف نقرأ بداية تصريح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت بالذات؟ طبعا هذا يوضح نوع من الاتباك في الرواية الإيرانية لأن هذا الرجل عاد وقال أن أسيأ فهمي وما كان يقصده هو أن نتائج هذا الهجوم في 7 أكتابر يصب في مجال الانتقام لمقتل سليماني وهذا طبعا ما أثار كثير من اللغط حول لماذا ولماذا بهذا التوقيت يخرج المتحدث الرسمي عن الحرس الثوري بهذا الإعلان المنافي تماما للسردية التي اعتمدها النظام الإيراني منذ 7 أكتابر حتى الآن أكثر من ذلك حتى بعد ساعات من هذه العملية خرج وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ويكون لا معلومات للولايات المتحدة بشأن تورط الإيراني بهذه العملية كل المنابر الإيرانية من نزالة الخارجية إلى المتحدثين من عسكريين وسياسيين بما فيهم أيضا مرشد الثور علي خامنئي نفو تماما ضلوع إيران بهذه العملية حتى أن رايترز نقلا عن مصادر إيرانية قالت أن سيد عائل خامنئي عندما انتقى بإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران النبه بشأن عدم وجود معلومات أو عدم اختار إيران بالخطط التي كانت تعدها حماس في هذه العملية نعم يعني ذكرت كل النفي على لسان طهران ونفي أصلا علمها العملية وأي مسؤولية لها واليوم جاء أيضا نفي من حركة حماس يعني هل نفهم ذلك كتصريح فردي من قبل رمضان شريف الحرس الثوري يعد عصب النظام وليس مؤسسة هامشية في النظام الإيراني ثانيا أنه لم يأتي التصريح هامشيا بل كانه مقصودا وكأنه يراد به القول بأن ما حصل ضد أحد ضباط الحرس الثوري ردي موسى في دمشق يعد لجعد بانتقام مقبل لأننا نحن في إيران ننتخم بطريقة أخرى من هذا الانتقام عمليات 7 أكتوبر بالتالي وكأنه إيران تحاول تهدئة النفوذ وتهدئة الرأي العام الداخلي بأنها باستطاعاتها ذلك لكن كما أشرت تماما سيدتي إلى هذا التصريح المفاجئ لحركة حماس يعني حركة حماس بالصابق كانت تجاري أهواء إيران ولا تعاديها أو لا تناقضها ولكنها سارعت فعلا إلى نفي هذه الرواية تماما والنأي بنفسها عن القرار الإيراني بالقول أن قرار 7 أكتوبر وقرار فلسطيني كامل له علاقة بشؤون فلسطينية وكأنه أيضا هناك حالة من الشقاق نوعا ما بين موقف حماس من جهة وموقف إيران من جهة دنيا ولكن ألا يمكن أن يؤدي هذا الآن إلى توسيع نطاق الحرب في المنطقة وهذه البلبلة الآن طبعا الكلام الإعلامي والتصريحات يعاد تصويبها وتصحيحها بتصريحات أخرى بإمكان إيران أن تقول أن هذا الكلام الصادر لا يمثل إيران بشكل رسمي وبالتالي تتكرر كلامها بالنأي نفسها عن عملية يعني لاحظي أن إيران في الأسبوع الأخيرة كانت تكرر أن كل الفصائل التابعة لها أو الموالية لها تعمل بشكل مستقل عن قراري طهران وهذا أمر طبعا العواصم الكبرى تعرف أنه غير صحيح ومع ذلك إيران تعتمد هذا النهج بقم ما في الساعات المقبلة بإمكان إيران بشكل سل رسمي أن تصوي بمصادر عن المتحدث شكرا جزيلا لك الدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من لندن مع دخول الحرب الإسرائيلية في غزة أسبوعها الثاني عشر اشتدت الضغوط السياسية على حكومة بن يمين نتنياهو وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع التأييد لحزب الليكود بزعامة نتنياهو فبعد أن فاز بـ 32 مقعدا في البرلمان قبل نحو عام لن يحتفظ الليكود إلا بـ 18 مقعدا إذا أجريت انتخابات حاليا بينما شهدت شعبية الجنرال بني جانتس ارتفاعا ملحوظا وكان رئيس أركان الجيش السابق قد انضم إلى حكومة نتنياهو الحربية بعد وقت قصير من هجوم السابع من أكتوبر وبعد حصول حزبه على 12 مقعدا فقط في البرلمان في نوفمبر الماضي أظهرت استطلاعات الرأي الحديثة أن حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه جانتس سيحصل على 37 مقعدا في حال إجراء انتخابات جديدة ويأتي فقدان نتنياهو للدعم وسط انتقادات دولية متزايدة تتعلق بأسلوب تعامله مع هذه الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو جالسا مع أعضاء حكومته الحربية الوزيرين يو أف جالانت وابين جانس صورة هدفها إظهار الوحدة فيما وراء الكواليس تتعمق الانقسامات السياسية استطلاعات الرأي تظهر اتجاها واضحا لتآكل الدعم للرجل الذي تمكن بأعجوب من البقاء في السلطة لفترة أطول من أي رئيس وزراء آخر في إسرائيل عابرا العديد من المنحنيات صعودا وهبوطا ولكن مع استمرار القتال في غزة ووجود أكثر من 120 رهين في قبضة حماس التي تصنفها عدة دول منظمة إرهابية يحتدم الغضب العام والحزن والإحباط حيال نتنياهو الذي وعد بأن يحمي إسرائيل لكنه فشل في ذلك كما يقول النقاد في الأثناء ظهرت استطلاعات للرأي أن شعبية الرئيس السابق لجيش الدفاع الإسرائيلي والعضو في مجلس الوزراء الحربي بيني جانس تضعف الثلاث مرات ليس بمقدور السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي السيطرة على غزة بعد أن قاتلنا وفعلنا كل هذا لن نسلمها إياها انحرف نتنياهو نحو اليمين ورفضه مناقشة طريق يؤدي إلى حل الدولتين وترتيب طويل الأمد لقطاع غزة ليس مجرد نقاش داخلي وهو يضع الحكومة الإسرائيلية على خلاف مع إدارة بايدن ما يثير استياء بيدي جانس ويثور التساؤل إلى متى تستمر هذه الشراكة السياسية المؤقتة إلى العاصمة المصرية القاهرة حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني قمة لبحث هدنة إنسانية في قطاع غزة ونقلت وسائل إعلام رسمية أن العاهلة الأردني والرئيس المصري صرحا بأنهما يرفضان أي تحرك إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وأكد الجانبان على ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإتاحة المجال لدخول مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة لتخفيف المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني شخص محاصرين هناك وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة السيد عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية أهلا بك معنا سيد عماد الدين ما هي أبرز المحاور التي تناولها العاهل الأردني والرئيس المصري في مباحثاتهما في القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبقا للبيانة الرسمية الصادر من المتحدث الرسمي باسم الرئيس المصرية المستشار عحمد فهمي فإن الجانبان تبحث في كل ما يتعلق به غزة رفض تماما فكرة تهجير أهالي غزة طالب بوقف العدوان فورا المزيد من إدخال المساعدات الإنسانية خصوصا بعد صدور قرام من مجلس الأمن بذلك وهذا ما جاء في البيانة الرسمية لكن بطبيعة الحالة المؤكد أن المباحثات أيضا تضمنت المبادرة المصرية الأول التي قالت القاهرة أنها أولية وتم الإعلان عن بعض بنودها في الأيام الماضية هناك وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وفترض أن يكون قد وصل إلى القاهرة بعد أن وصل وفد في وقت سابق من حماس والجهاد الإسلامي لمناقشة هذه البنود كان هناك رفض مبدأي فلسطيني لأنه لا يتطمن ودود حكومة انتقالية تشرف عليها منظمة التحرير أو سلطة الفلسطينية القاهرة قالت بوضوح عبر مصادر التسريبات غير رسمية أن هذه المبادرة أولية وأنها منفتحة على ملاحظات أربعة هناك تقديرات أن هذه المبادرة قد تجد حظوظا أفضل في الأيام المقبلة في انتظار الرد الإسرائيلي الرسمي بعد طبيعة الحالة تشاور مصري أمريكي في هذا الصدق نعم لكن هناك لا تزال المخاوف من خطة التهجير الإسرائيلية الزعيمان بطبيعة الحال يرفضان هذه الخطة ولكن هل من آلية مقترحة من قبلهم في هذا الاجتماع لدعم صمود الفلسطينيين في أرضهم؟ بطبيعة الحال سألت هذا السؤال الأكثر من مسؤول مصري في الأيام الماضية فقال أن استمرار ادخال المساعدات وزيادة المساعدات هي في حد ذاتها تصدي لمخطط التهجير بحيث أن يكون إسرائيل تسابق الزمن لكي تنفذ التهجير على أرض الواقع حينما تقوم بالتدمير الممنهج للمساكن والمباني والمنشآت والمستشفيات والمساجد والكنائز فهي تعمل فعليا تنفذ التهجير حينما تسعى مصر بكل الطرق إلى زيادة ادخال المساعدات الإنسانية فهي تسعى أيضا في سباق مع الزمن لتمكين الفلسطينيين من الصمود في أراضيهم وبالتالي تراهن بصر على الجهد المبزول على العلاقة مع الولايات المتحدة على الضغط الأمريكي على إسرائيل على التحرك الدولي في فكرة منع التهجير وهذه نقطة جوهرية بالنسبة للأمن القوم المصري شكرا جزيلا لك سيد عماد دين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق كنت معنا مباشرة من القاهرة شكرا ننتقل إلى لبنان حيث يستمر القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل في المناطق الحدودية وقالت مصادر الدفاع المدني اللبناني إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم إثرى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وأن من بين القتل أحد عناصر حزب الله وبذلك يرتفع عدد قتل حزب الله منذ الثامن من أكتوبر إلى نحو مئة قتيل فيما يقول الجيش الإسرائيلي إن تسعة من جنوده قتلوا في هذه المواجهات على الحدود الشمالية حتى الآن في ألمانيا ذكرت وزارة الاقتصاد أن صادرات البلاد من الأسلحة خلال العام الجاري في 2023 حققت أرقاما قياسية وتجاوزت 11.7 مليار أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام الماضي وبلغت قيمة صادرات السلاح الألمانية إلى أوكرانيا وحدها أكثر من أربعة مليارات يورو أي أكثر من ثلث إجمال صادرات السلاح وتلتها المجر في المركز الثاني بأسلحة تجاوزت قيمتها مليار يورو فيما احتلت إسرائيل المركز السابع على قائمة الحاصلين على الأسلحة الألمانية بقيمة تجاوزت 323 مليون يورو نبقى في ألمانيا حيث توفي السياسي المخضرم فولفغانغ شويبلي أحد أكثر الشخصيات نفوذا في السياسة الألمانية والأوروبية وكذلك الدولية عن عمر نهز 81 عاما وبتوليه حقيبة وزارة المالية في تشكيلتين حكوميتين للمستشارة السابقة أنجيلا ماركل كان شويبلي معروفا بإجراءاته التقشفية الصارمة خلال أزمة ديون اليورو وكان السياسي المحافظ يقوم بكل مهامه الوزارية على كرسي متحرك بعد أن نجى من اعتداء تعرض له عام 1990 جلسة تكريمية حتى النهاية آخر ظهور لفولفغانغ شويبلي في ديسمبر الماضي بمناسبة مرور خمسين عاما على عضويته في البرلمان الألماني شويبلي كان سياسيا محافظا من النقبة القديمة وعرف عالميا بأنه وزير المالية الألماني الصارم والمراقب المالي خلال أزمة منطقة اليورو وفي آخر منصب سياسي له كرئيس للبرلمان الألماني كان شويبلي يمثل صوت الاعتدال لكن مع وجود حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان لم يتردد في انتقاد الشعبويين الجدل له قواعد وهو مرتبط بالاستعداد لاحترام الإجراءات الديمقراطية وعدم إدانة قرارات الأغلبية التي اتخذت كما لو أنها غير شرعية أو مشوبة بالخيانة فترة توليه وزارة المالية كانت حاسمة بالنسبة لألمانيا فقد تمكن من إعادة هيكلة الميزانية رغم أزمة اليورو ولم يراكم أي ديون جديدة وأصبح ما سمي بالصفر الأسود علامة تجارية للسياسة ألمانيا المالية في عهده كما طالب بإجراءات تقشفية صارمة داخل منطقة اليورو ما أثار انتقادات حادة من دول جنوب أوروبا المثقلة بالديون لا سيما اليونان وهذا ما جعله شخصية مكروهة خلال الاحتجاجات إلى جانب المستشارة أنجيلا ميركل وكثيرا ما اختلف شويبلي مع وزير المالية اليوناني أنذاك يانيس فاروفاكيس رغم النقاشات المكثفة والمفتوحة لكننا لم نتفق على ما يتعين علينا فعله الآن لقد اتفقنا على أن لا نتفق صعود شويبلي في حكومة هلموت كول بدأ في ثمانينيات القرن الماضي وكوزير للداخلية قام شويبلي بدور مهم في صياغة معاهدة إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 بعدها اتعرض لاعتداء خلال تجمع انتخابي أدى إلى تعرضه لإصابة خطيرة نجى منها لكنه أصيب بالشلل لكن بعد ثلاثة أشهر فقط عاد إلى العمل وقد ارتبط ارتباطا وفيقا بالمستشار كول وكان وفيا جدا لمعلمه ومع ذلك انفصل عنه بسبب فضيحة تمويل الحزب المحافظ التي أنهت مسيرة كول السياسية ثم تحالف شويبلي مع أنجيلا ميركل القوة الجديدة في الحزب المحافظ وتولى حقيبة الداخلية ثم وزارة المالية عام 2009 وأصبحت أزمة منطقة اليورو التحدي الأكبر الذي واجه العمل السياسي ممتع وتحدي كبير أحب مواجهته شويبلي كان صاحب نفوذ دائم في السياسة الألمانية والدولية ورغم الضربات التي تلقاها في حياته الشخصية والسياسية إلا أنه ظل دائما ملتزما بواجباته بشكل كامل رياضيا وفي إطار دور كرة السلة الأمريكية للمحترفين اي بي اي عادل فريق ديترويد بيستونز أطول سلسلة هزائم متتالية في موسما واحد في تاريخ الدوري الأشهر في أمريكا وجاء ذلك بعد أن مني بيستونز بخسارته السابعة والعشرين تواليا إثر سقوطه أمام ضيفه بروكلين نيتس نهاية النشرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر